اشتركوا في القناة 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 سلمة انزل اشتركوا في القناة 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 وفي لمسة رخمة ايه ده بقى سلمة خلي بالك في لمسة مش عدية ابدا مخيفة جدا ما تحترم نفسك يا رجل انت ايه ده الحقوني كلمة تبتدي ده تهتخوف ايه دي يا سلمة اللمسة دي ما كانتش كويسة خالص انا عارف بس انت تصرفتي صح بجد بجد هو في حد تاني ممكن الرجل ده يعمله كده مش الراجل ده وبس في ناس زيه كمان في كل مكان ممكن نتعرض لنظرة غلط او كلمة غلط او لمسة غلط اي حد في اي سن ممكن جدا يتعرض انه يمر بكده مش بس في سنك يا سلمة اصغر منك واكبر منك كمان بنات وولاد واحنا لازم نفهم الناس اصدى ايه بتصرفاتها معانا ولو حسنا بخطر نعلم بصوت عالي ونهرب من مصدر الخطر سلمة شطرة انها حكت لأهلها اهلنا اقرب ناس لنا يقدروا يساعدونا ويتصرفوا لانهم كبار لازم كلنا نتحرك ونصلح الأخطاء والقانون بيحمي حقوق الكل المهم اننا ما نسقطش وانطالب بحقوقنا عشان الأخطاء تختفي لازم نقول لا لأي حاجة خلط لازم نقول لا للتحرش كلمة تبتدي بتيه تتخوفت حقيقي ثم ححد قاصد انه يزعجني في طريقي ثم ريت ريه يعني رافض انه يبقى زي شيئي وفي آخر حرف خشي شر بيسبب لي ديئي التحرش شر طبعا واللي أسوأ منه إيه اني ما تكلمش وعلم كل غضب يورف دليل شيء مهم مهم جدا اني لا نغضب عاييه كل ده لازم نقول لا دايما للتحرش لا دايما للتحرش لا دايما للتحرش